بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم نواصل شرطة 7 نقوم بالمقطع السادس نستخدم ونستخدم 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 هذا طبعا نفس الطريقة يدخل من ناحية هذه ويطلع من ناحية ثانية الهوت يطلع من ناحية ثانية هنا دائما عندي pipe لكن هنا ما بالضرورة عندي pipe هنا ممكن يكون chill أو cross flow طبعا نستخدم علشان نجيب delta t l m نستخدم كounter flow نفسها لكن نضربها في correction factor هذا ال correction factor يعتمد على geometry of heat exchanger يعتمد على الان للتنبريتشا والاوت للتنبريتشا تبع الهوت اند كولد فلوت الكورركشن فاكتور انشوف الفيجرز هذي الفيجرز علشان اطلع منها الكورركشن فاكتور لازم تكون عارف ال P وال R ال P اللي هي T2-T1 على T1-T1 ال R اللي هي هذي قيمتها طبعا اشي T-Small و T-Capital واشي الواحد و اشي الاثنين الواحد يقول لك تعني الانلت و اثنين تعني الاثلت T-Capital لما نقولها فنحن نعني درجة الحرارة تبع تشل مثلا هذي T1-Capital تبع تشل هذي T2 لما نقول T-Small فنحن نعني بها Tube-Side نعني بها الاتجوب اللي هي اللي عندي هنا طبعاً لما يكون correction factor يساوي 1 فهذا الشي يعني انه نحن نستخدم يا condenser او boiler على ودنا نشوف الفيجر هذي قلنا يلزمنا بس نعرف قمتة T1 و T2 و T1 small و T2 علشان نطلع منها P و نطلع منها R لكن هذا الفيجر يخص هذا الفيجر يخص لما يكون عندك one shell pass هذه شفناها قبل هنا كم عندي U-turn عندي U-turn وحدة إذن عندي shell pass عندي واحد لكن كم من مرة مرت هذه مرت مرتين 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 او اربع مرات ممكن لو استخدمت اربع مرات هذا الفيجر يصلح لها او ست مرات جميع مضاعفات اثنين هذا الفيجر يصلح لها تعالى نحسب مثلا حسبنا P لقيناها 0.7 حسبنا R لقيناها 0.6 إذن وين هنا تقريبا نقول انه correction factor يساوي 0.6 إذن نحسب نفس الحسابات التي نعملها في counter flow تقريبا والف بس نعوض بها ب 0.6 نضرب ب 0.6 لما يكون عندنا two shell pass ايش معنى two shell pass ممكن تقريبا ممكن تقريبا او ثمانية او اثناش او اللي هي مضاعفات الاربع فهذا تحسب بس البي البي قلنا اللي هي تي two ماينس تي one تبع التيوب على تي one تبع تشل ماينس تي one تبع التيوب والار بنفس الطريقة فمثلا هنا حسبنا البي لقينها 0.7 حسبنا الار لقيناه واحد نطلع منه مباشرة اللي هو الاف وبالتالي زي ما قلنا صور الcorrection factor هنا 0.7 هذا الفيقر كمان بالنسبة لل cross flow لكن لما يكون unmixed flow unmixed flow معنى لاحظ هنا تشوب هنا دخل تبع التشوب نحن قلنا انه small t انها تخص التيوب هنا ما يحتاج يقولها small t يعني تيوب ويطلع من الناحية الثانية لكن الفيقر اللي يطلع من هنا هذا unmixed يعني separated يعني مفصول بصفائح معينة بحيث انه ما يختلط يدخل كل جهة وتطلع من الناحية هنا لما يكون ما يكون unmixed معنى هنا يطلع من التيوب موس هذه اما لما تدخل لدرجة حرارة الفلود من هنا فهو يدخل كله ويطلع من الناحية هذه يعني mix it اذا اطلع نفس الشيء ويطلع الPU والR تاخذ قيمه من هنا مثلا ويطلع correction factor اللي عندك تحطر المعادنة ويطلع الPU ويطلع المطلبة منك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته